فمعنى الوسطية أن تكون متوسطاً بين منحارف وبين متشدد وتكون بين ذلك وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحانفية السمعة ونبي صلى الله عليه وسلم دينه سهل وأمره سهل وأخلاقه سهلة وكان أصحابه يتبعون تلك الآثار ولذلك ظهرت عليهم آثارها وبركاتها وكذلك من اتبع آثارهم إلى أم القيامة يظهر عليه سيماهم في وجوههم من آثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كازرع أخرج الشاطع فآزره إلى آخر الآيات فالله سبحانه وتعالى بيَّن في غير ما آية بياناً شافياً ماذا يكون خط المستقيم خط المؤمين الذي يطلب منه أن يكون عليه في شؤون حياته كلها وهذا هو معنى الوسطية والاعتدال فينبغي للعباد وينبغي للمسلمين أن يسلكوا مسركاً سوياً وهو مسرك الكتاب والسنة التمسك بكتاب الله والتمسك بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هجو محمد صلى الله عليه وسلم وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فلا ينبغي لنا أن نزغ عنها وننحرف عنها بل نحيى عليها ونموت عليها ونبعث عليها إن شاء الله فهذا هو معنى الوسطية ومعنى الاعتدال يعني يعتدل بين غال وبين متشدد وبين متساهن فيكون بين ذلك فهذا هو المطلوب من كل أحد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة